علي من عمان يسأل يقول بعض الأئمة المساجد يقول يصلون الشفع الوتر مثل صلاة المغرب يقول هل يجوز لي أنا أن أسلم من الثانية ثم أقوم فأنوي الثالثة ركعة الوتر مثلا أصلي معهم يقول ولو انفردت عن الإمام هل يذهب علي الأجر علي بارك الله فيك أولا ما دمت أنك تعتقد بأن الوتر إذا صلاه الإمام ينبغي أن يكون سردا ولا يشبه بالمغرب لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فاحتياطا لعبادتك أن تصلي خلف من يفصل بين الشفع والوتر أو يسرد الشفع والوتر سردا حتى لا تدخل في مثل هذه الدوامة تقطع الصلاة ثم تقوم وتخالف الإمام ما يصلح هذا يا علي فتبحث عن إمام مسجد لا يفعل هذا وتصلي معه بالنسبة للتراويح في رمضان أما إذا صليت معهم إذا صليت مع هذا الإمام فتلتزم ما تخالف الإمام لقول النبي صلى الله عليه وآله سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه ولما كان هذا قول في أحد المذاهب الفقهية المعروفة العلماء لا يشددون في هذا يعني خاصة الخلاف بين بين مذهب المأموم ومذهب الإمام هذا ما يسوق للمأموم أن ينصرف عن متابع عن الإمام ما ينصرف عنه ولا ينفرد وإنما يتابعه فلك أجر ما اعتقدت أنت يا علي لك أجر ما اعتقدت فإذا صلى الإمام الشفع والوتر كصلاة المغرب وأنت تعتقد خلاف ذلك فتصلي معهم ولك الأجر وهذه مسألة ليس فيها إجماع بالمناسبة وفيها خلاف وإن كان الجمهور على منع تشبيهها في صلاة المغرب تقول لي الله أنا يعني لا أحب مثلا أني أفعل هذا صلي في مسجد آخر لأنك إذا انصرفت عن الإمام ذهب عليك الأجر إذا انصرفت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو تصلي في بيتك بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر